كان يقول انه سهيل اوه كان يسمي بشونا اف سي ميسي نعم والان يقول لك ناسي ليسا ومضعدين يقول لك مضاقية اي مضاقية تتحدث عنه انسان انا 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 مسمي انا عفوا استاذ انا مسمي اف سي ميسي بالقرارات الادارية يعني هو الوحق يدخل رغم انه لا 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 يا سهيل ما سميت بالحلقة لا 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 غلطان غلطان جيبه جيبه بتحدك بتحدك انا بقولك شنو قلت انت قلت اكثر لاعب مؤثر مع نادية في التاريخ جيبه ما قلت اكثر لاعب جيبه جيبه هلأ جيبه طيب انه رح نجيبها رح نجيبها ويبحث عنها نواف نواف وعدة يلا جيبه ان سهيل قال اكثر لاعب تأثيرا مع النادي لا وهو لاعب من اسطورة نادي خطر انت قيل اسطورة نادي ايه قيل اسطورة نادي طبعا وموجود المقطع يا حبيب لاحظة لاعب مؤثر مع نادية ما تحور لي انا كلامي ايه ما تحور لي كلامي انتو قلتوا ايه ايه يا حي اخي اخد سامي هلأ انا ارجعك سير لا يا خييفين مشاري مشاري لاحظة لاحظة في عندك ناس عم يتفرجوا علينا لا تفضل ما بدي تضحطوا علي لا تفضل انا عقلت انت سألتني وانت سؤالة كان محدد ايه هل ميسي هو افضل لعب حقبة برشلونة انا عم قلت من دون ان يستو تشافي ما كده حق ايشي طيب سامي راح سامي ما احترامي ما احترامي لا لا معاك فضل قول قول اختم سامي ما احترامي الى هو قال افضل لعب تاريخ بنادي هو هو ميسي يعني افضل لعب نادي في التاريخ هو ميسي نعم والفيديوات موجودة ونواف راح يطلع ونواف راح يطلع حبيب طيب شكرا شكرا سامي اخذ الصلاة السهيل وارجع لي اتا الشباب سلطان تفضل سلطان ظلم يا خي هيدو طيب نرجع لك الظلم وتتوضح بس خلنا قلنا متصلين ونرجع لك تفضل سلطان سلامي ايك السلام ورحمة الله قول الله يطلعكم العافية على البرنامج الناجح الله يعافيك يا حبيبي تفضل انا عندي سؤال بات حق الاخ سهيل حويس قول هو يقول ان نوير افضل حارس بالتاريخ منو افضل حارس بالتاريخ بعرفه كان مزهرية في مبارات اسبانيا ولا لا ابي هالجواب شو هي كان مزهرية في مبارات اسبانيا ولا لا اللي في هالستة اكيد لا اكيد لا وليش يقول ميسي بالتاريخ وقلت لا فيك تتتتتت لاعب ميدان بحارس مرمى لاعب الميداني قادر يعمل الفارق لأنه هو يتنقل في كل ارجاء الملعب اما الحارس معطر مسكين اعد على المرمى اذا اخذ الدفاع سيء اكلها اذا اخذ انا ابي تبرير احنا ما ترضى لحظة لحظة لا تصح المقارنة ما بين حارس مرمى ولا عبوا كلش ابيبوا اني يبوا افقون طيب طيب سلطان عندك سؤال وقتك سلطان بس يعتكم العافية شكرا لك شكرا لك سلطان ناخذ اتصال سالم تفضل سالم صبحك الله بالخير وعلى ضيوفك الكرام حياك الله يا سالم تفضل طال عمرك حنا انا بتكلم عن مدريد معلش بطلع من موضوع انا بتكلم عن مدريد والية مدريد يعني حناك جماهير والناس اغلب الناس يطالع مباراة يعني على الأقل لو ما اقدم نتائج في النقاط اقدم المستوى يعني انا شايف اليوم ريال مدريد لا فريق قعد عدة للسنوات القادمة ولا آلية فريق للنجوم الكبار وفيه سلبية ان نهاية النجوم الكبار بالفريق جدا محزنة وهذا راح يضر المدريد في التعاقدات يعني اغلب اللاعبين الكبار ما راح يجون مدريد لان نهاية النجم بالفريق نهاية مؤسفة يعني ما فيه الحفاظ على النجوم ولا الحفاظ على المستوى ما عد رينا هل لحنا نبي نتائج ولا يعني ريال مدريد محقق ثلاثة ابطال على التوالي سالم ومعاجب بكل وضع حمدية تبحث عن ابطال ربع يا سالم بطل الدوري انت بطل الدوري بطل الدوري يا سامي سؤال عندي سؤال عندي بس سؤال أخير قول أنا أبي ريال مدريد الحين بأي مباراة يلعب هل يمنون أن يفوج طيب طيب شكرا شكرا لك سالم عندي تصال سعود حياك الله يا سعود السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله يا بركاته صباح كبير أبو محمد صباح كبير أبو النور يا أخوي فاضح ممكن أقول سؤال السيد حويك قول يعني من أنظم ميسي الفريق الأول برشلونة قال إني لاعب لاعب كمستوى مستوى واحد قال يمكن عشر سنين ست مرات تاخل كرة الدهبية وبالعمر هذا يعني سالح ويك أنت ما بانك إلا بينك ميسي شخصانية لا تنكر دورة كرة القدم كل حتى مش يجعل باير ميونق ليفر بول ميدين الميسي أفضل لعب مر التاريخ كنجازات تمستويات رأيك هذا وإنت رأيك راسي شكرا شكرا الدولة الإلمانية يكلبه لحد الحين ما حتى على مسيرة نيسي نص مستوى لا أقول باير ميونق كل لاعب ألماني محلي آخر عشر سنين نفس مستوى ميسي من 2015 ميسي لم يصل إلى نهاي دورة أبتال أوروبا التي تعطبت البطولة الأبرز على مستوى الأندية شكرا شكرا لك شكرا خذيت وقتك معنا حامد تفضل حامد سلام أخير مشاهدي تفضل يا أخودي يلا نجب أكثرتين يتغزلون بميسي من أكثرتين العادل الكبتن الكوت عادل عبداليزي الكوت يتغزلون أو يقولون الحق ما سمعت بالنسبة لهم حق والله بالنسبة لك شو تشوف مثل ما قال غائل العبدالعزيز لو تسأل السؤال أي واحد بشأنه يضحك فأنا والله لما قال برشلونة قبل ميسي بس معروف في أسبانيا أنا ضحكت والله وقال لك لا هو الضحة وقال أنه مو كثر التأثير يقصد مو كثر هو راية بالأخير أنا أطرع السؤال مثل ما أسمع منك وأطرع الزضر حامد ما كان معروف طيب بس خليك أمل أحبك عشان رجل محمد ميزة والله يحبك عشان محمد ميزة أشتابي بس مثل السؤال قول 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 بس خلي الفاضل خلي الفاضل ميزة برشلونة بس ثلثة عبدالعزيز برشلونة هو اللي يطلع ميزة و اللي شبرها طيب عالي طيب شكرا لك يعطيك العافية معانا محمد تفضل محمد السلام عليكم عليك السلام و رحمة الله و بركاته يبدوك العرض لعافيك أخوي أول شي سهيل حويك بينه وبين ميزة مشيخصونه و يا ميزة كنا مسبب لها مشكلة ميزة أو ممخلي ينام يعني أنا ما أعرف ليش المشاكل هذه الصانية اللي بينه و يا ميزة كل حلقة حدوبه ضد ميزة يعني ميزة يستاهل لو مليار يستاهل اللي نشوي مع النادي صحي غرص طيب أنت تشوفها شخصية يعني حالة شخصية بين السير جاوب سير جاوب إياكم و ما تنام من ميزة و ما تنام من ميزة أوكي بس و إياك و إياك خليل لك شغلي أول شي ميزة في السعلي أنا كمشجع للمنتخب ألماني في السعلي ثلاث مرات بكأس العالم ورا بعضهم 2010 2014 و في السعلي 2006 فإذاً أنا على مصبب أنا مصبب بس خلينا خلينا نكمل تحتاجها مصبب ثلاث مرات بكأس العالم قال له طيب خلاص بس 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 محمد محمد خلاص قل 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 محمد أول شي ميونخ من 2016 عخم الله مخطب طالة ربن 2013 لأي 2020 سبع سنين وين هم ميونخ سبع سنين مخطب طالة يا خي يا خي عرصي عيني إحنا هلأ شو بدك بميونخ أنا أنت عبتحكي عني أنا شخصية و أنت عبتحكي يا خبيبي يا خبي شو بدك بباين تقول لك شغلي هو باين أسوأ نادي بالتاريخ أنا عم بحكي عني كأنت قلتلي إنه فيش شخصي أنا وميسي أنا عم بجاوبك أنا ميسي و نايح و عصر عيني مبتغط يا خبيبي خليه فهم و بتفعني طيب بس بس خليه 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 و وضحت له عشان الوقت 8-2 و 7-0 هدول هم انسان طيب هد برشلونة يعتبر افسي مسي من دون مسي لا يمكن ان يحقق برشلونة كل هالالقاب وهيدا مش غلط وهيدا مش غلط ولكن اذا بعض الاندية عملت تمثال واحد الاساطير يلي مرت عليها فانا برأي لازم برشلونة تكريما لمسي يغير اسمه يعني الى درجة انه اتشاذي راح نحنا كنقول انه يمكن مسي يعتمد على كوكب من اللاعبين يلي هني حوالي هني بيسعدوا راح نحن شاذي راح انيستاه بعده ماسي وماسي بعده هن بحقه من اليوم وبالرائح احنا فينا نستعيد عن نقول مثلا بير مادريد الملكي برشلونة فيقول برشلونة النادي الكاتالوني فانقول نادي ميسي حلو.. حلو.. لحظة.. لحظة شوية اعتراف.. لا 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 مش اعترافي.. انا بدي جاول أنا سأري quer اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا هذه تراحلت مجموعة راحلة? صوت وسورة انا تقلقها بدي جاولي واحد.. انا قلت.. F.C. شو? M.S. لماذا؟ ليش؟ قلت انجازة.. خيلاعظة.. خلق yupي.. خلق لا لا لا.. لحظة شوي الكوت له لو بات اعطي لك ثورتك قد ا اجواب انا خلوني جوي طيب اوكي انا عمل لك شغل انت تجاوبوا الكلام كم واضح لاحظة لا بش واضح لاحظة انا اتبه شو قلت انا انا قلت برشلونة بعده ما اعتمد على ميسي صح؟ طيب ايه فأذن انا هنا كنت عم منتقد البارسا ليش هو ما اعتمد على ميسي طيب طيب خلي خلي قول رايهم بالكلام اتراني لك انت ماضيت هالكلام اللي احنا قاعد نشوف الكلام فعل لا حبيبي لا حبيبي ايه لا انا بواقع انت قبل خمس دقائق سؤال مشاري لك منه الاكثر مؤثر قلت شافي مو راضي تعترف ان اميسي في اللقاء اللي لي قلت عكس ونقيض هالكلام تماما قلت حتى برولك من رحيل ميسي وشافي قلنا رح يتأثر وانيسته لكن ما زال ميسي هو الافضل فيجب ان يضع النادي فانت قلت بالضبط نقيض الكلام اللي قلت ايه حبيبي لا تبلع زفتة تسمح لي شيء بس اخرج راضي اسمح لك حلو كتير واحد انت لما عم بتقلي قلت لي هالميسي له تأثير على الالكاب الاكثر هذا كان مشاري لك يا خي لحظة الالكاب التي تحققت يعني الكبيرة تحققت اخر شيء عمتين ايه يا حبيبي اللحظة اللحظة! انتو قلتوا هل ميسي بفترة القمة كمّة، الكمّة طبعه يعني من بيب لـ 2015 هل هو اللاعب الرئيسة؟ هذا كرام كنتم تقول حقيقة الإنجازات مع ميسي كرام؟ لحظة، لحظة، لحظة خمس مع عادرسي عشان نقضي يبقى نأخذها أبعد من جذي خمس مع عادرسي أبعد من فترة جوارديولا من هو أفضل بتاريخ بيرشلونة؟ تاريخ بيرشلونة، من هو شيء؟ أفضل لعب، أنتو عم تقولوا التأثير؟ أنا أقول التأثيري ميسي صفر، أنتو إنسا سألت التأثير؟ أفضل لاعب ومؤثر يعني؟ لا، لحظة، 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 لحظة بمنتخب الأرجنتين، مين أفضل لاعب؟ ميسي، شو حقا، ماشي حالياً، بالمضخب الأرجنتين طيب أنا عندي تصلاة كثيرة والله لا، أنا هيك راحة، لديك شيء لكي نطلح، لدينا موادس حسنا، صدت، تحدثت، خسرت التحدي لا، لا أحبيب أنا مخسرتك، إنتو إنتو تأثير ميسي، لو إنتو أفضل لاعب هذا شيء تاني، تأثير ميسي من، وصف التسهيل والله، سؤالي كان؟ نعيد الفيديو، نعيد الفيديو، بس السؤالي شنو كان؟ كنت عدري النبر، شلونا منظومة، والكل مؤثر، والكل مشارك، منه أكثر لأحد مؤثر، نبي نشوف مقطعك مرة ثانية، نشوف مرتاح، خشوف المقطع مرة ثانية، ونسمع كلمة كلمة، ونرد، خل نسمع وفي مرة أنا كنا عديم كنا نحن هنا قلت أنه برشلونة أخي يعتبر أفسي ميسي من دون ميسي لا يمكن أن يحكك برشلونة كل هالألقاب وهيدا مش غلط وهيدا مش غلط ولكن إذا بعض الأندية عملت تمثال واحد للأساطير يلي مرت عليها فأنا برأيي لازم برشلونة تكريماً لميسي يغير اسمه يعني إلى درجة أنه تشافي راح نحن كنا نقول أنه يمكن ميسي يعتمد على كوكبة من اللاعبين يلي هني حوالي هني بسعده راح تشافي راح انيستا بعضه ميسي وميسي بعضه برجع لك برجع لك برجع لك برجع لك برجع لك لا 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 مش عارق لا لا مش عارق انت قلت التأثير أنا قلت لك لما اجد تاب على برشلونة شو حققوا للشامبينز ليج التأثير كان أقل شنو فيديو ثاني في فيديو ثاني للسهيل حقبة ميسي في الليجة ومليمترات تحرم ليفربول هذه الحلقة اللي قال فيها السهيل أنه لو ميسي ما كان مع برجع لنا يحقق خمسة أبطال ولا عشرة دوري انت مذاكر فيديو ثاني بالقبل بس ممكن انت تقصد أنا بجيب معاك هالمرة هذه حسر التحدي وتكسب تحدي ثاني انه قد لاحب تأثير معي حسن من السعودية ريأ حسن من السعودية تفضل تفضل حسن حسن السلام عليكم عليك السلام تفضل يا حسن